هنا وفي هذا المكان وهو مقر الشركة العامة لصناعة السيارات في ناحية الإسكندرية شمالي محافظة بابل يتحدث موظفها عن إمكانيات كبيرة في تجميع السيارات الإيرانية والصينية والفرنسية فضلا عن العجلات التخصصية التي يصنع بعضها فيما يتم تجميع بعضها الآخر في شركة والتي تستخدم في المجالات الخدمية كالبلدية والصرف الصحية وغيرها من المجالات الأخرى نحن الآن في مصنع إنتاج السيارات والمعدات التخصصية وفي معمل تجميع سيارات الصالون اللي هو عبارة عن أربع خطوط إنتاجية خط بيجو خط تجميع سيارات بيجو وسايبة وبايك نحن الآن في خط تجميع سيارات بايك الصينية أكس اللي حاليا نجمع الدفعة الثانية جمعنا 120 سيارة والآن 120 سيارة الثانية ملي معملنا معمل الحافلات اللي يعتبر من المعامل المهمة والأساسية في الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات يمتاز هذا المعمل بالكفاءات الهندسية والفنية الغاعة جدا والمواكبة للتطور الحديث بالتكنولوجيا الحديثة في إنتاج العجلات التخصصية اللي تشمل أبدان القلابة كابسات النفايات والصهاريج بمختلف أنواعها وكذلك خطوط إنتاج الصالون ولكن هذا التفاخر بهذه الشركة سرعان ما يتلاشى على أعتاب الإهمال الحكومية الذي تسبب بتراجع إنتاجها إلى حد كبير فالشركة تتعرض لمشكلات مالية بعد أن أعرضت الحكومة الاتحادية عن شراء منتجاتها إذ يتعذر عليها في بعض الأحيان توفير رواتب موظفيها ومنتسبيها قبال دوائر الدولة خصوصا بعد عام 2014 لاحظنا عزوف عن شراء منتجات الشركة العامة الصناعة السيارات والمعدات هذا بالتالي ألقى بضلالة على الشركة خصوصا وهي تعتمد على تمويل ذاتي يعني رواتب منتسبي الشركة من شغلها خلنا نقول منتجات شركتنا تدخل في مجال عمل وزارات الدولة ودوائرها الخدمية أكثر من بقية الدوائر من نسبة للتسويق منتجات شركتنا هناك ضعف من دوائر الدولة بشراء منتجات شركتنا هذا وربما ستقف الشركة في يوم من الأيام عاجزة عن العمل في ظل عدم توظيف كوادر جديدة تواصل العمل خلفا لمن يحالون على التقاعد أو الذين طلبوا النقل إلى وزارات أخرى وغالبيتهم من ذوي الخبرات في العمل ومنذ سنوات عدة من محافظة باب المعتز العبودي زاكروس تيفي